في موسم الحرق بعض الأمراض الجلدية تزيد فلازم ناخذ احتياطاتنا يا سعيد من هالأمراض فطريات الجسم أو النخالة المبرقشة وليش اسمها شيء؟ لأن هذا الالتهاب الجلدي يخلي مناطق في الجلد يتغير لونها وتبين بأكثر من لون يا بقع فاتحة أو غامجة وأحيانا مزيج من هالألوان هالمشكلة سببها أحد أنواع الفطريات اللي أصلا يعيش على الجلد لا تخاف يا سعيد هالكائنات عايشة بسلام وأمان على جلدنا دون مشاكل لكن أحيانا هذا الفطر يسبب هالمشكلة وهذه النوعية من الفطريات شائعة جدا خاصة في منطقتنا الحاضر مع الشمس والعرق والرطوبة أكيد تبين الحالة أكثر تصيب النخالة المبرقشة 2 إلى 8% من الناس خاصة بين عمر 15 و 24 سنة نسبة الإصابة ترتفع إلى 50% من الناس في الأماكن الحارة الرطوبة وتقل إلى 1% في الأماكن الباردة وش رايةك سعيد تروح السويل؟ لحسن الحظ أن خالة المبرقشة غير معدية والعلاج يكون بشمبو خاص أو مرهم وحبوب للحالات الشديدة للعلم أن البقع يبالها وقت لتختفي فهذا ما يعني أن العلاج ما نجح لكن المسألة يبالها صبر عساكم دوم صحة وسعادة